موسيقى السلام عليكم و اهلا بكم و مع درس جديد من دروس الصف الخامس الابتدائي درسينا النهاردة بعنوان what is the set يعني ايه كلمة set set دي هي معناها collection of well defined object أو well known object حاجات عارفينها كويس جدا متجمعين مع بعض يعني ايه يعني ممكن اقولك مثلا set of pencils لو انا معي مجموعة علام بقدر اقولن دي اسمها set of pencils او set of keys set of books انا عارف ان كل واحد من دول اسمه بوك فجمعتهم مع بعض بقى اسمهم set of books جمعت البنسل مع بعضها فبقى اسمها set of pencils جمعت الماركرز مع بعض فبقى اسمها set of markers The set is a collection of well defined objects that are clearly defined يعني انا عارفهم كويس جدا جمعتهم مع بعض وعارفهم كويس جدا تعني افهم مع بعض برضو امثلا من ال sets بيقولينا هنا the colors of traffic lights are red yellow and green او انا عارف ان ال colors بتاعت ال traffic light بتكون ايه بتكون ايه بتكون ايه اما red ياما yellow ياما green طب انا كده جمعتهم مع بعض انا عارف ان ال red واليالو والgreen دول عبارة عن ايه؟ عبارة عن colors of traffic lights يبقى انا كده عندي set دي اسمها set of colors of traffic lights طيب تعال انا نقول مع بعض حاجة تاني January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December اه انا كده بتكلم على month of the year يبقى انا عارف ان كل واحد من دول عبارة عن ايه؟ عبارة عن month of the year انا كده عارف ان دول كلهم ان هم اسمهم month of the year يبقى نقدر نقول دي اسمها set of month of the year نقدر نشوف ال student اللي موجودين دول بنقول دول the student of your school لو انت شفت واحد من اللي معاك في المدرسة فانت عارفه كويس فبتقول group دول كلهم student in my school فعشان كده بنقول انت عارف دول كلهم وعارفهم متأكد منهم ان هم student in your school فبتقول دول the state of student in my school يبقى ان اللي انت شايفهم دول بعارفهم كويس جدا ما نقدرش ان احنا نتلغبط فيهم طيب تعال نشوف مع بعض السؤال ممكن يجيلن ازاي؟ بيقولينا put set or not set تعال نشوف كل واحدة من دول تعتبر set or not set ده ديجيتس of the number 2010 انت عارف الديجيتس اللي مكونة number 2010 ده النمبر ده بيكون من 2,0,1 و0 طالما انا عارفهم كويس يبقى عبارة عن set طيب ده high building طيب محد يقولي ان ال high building دي set or not set ال high building دي بتقدر تشوفها ان هي high building لو كان جام دور لو كان ثلاثة دوار نقدر نقول ان هو high building حد تاني ممكن يقولي انا شايف ان السبعة دوار ده high building حد تاني ممكن يقولي العمارة اللي في الشارع عندي بتكون من 15 دور حد تاني يقولي لا ده انا بشوف عمارات تانية في اماكن تانية 30 دور طيب ال high building دي ملهاش مقياس في واحد شايف ان الامارة اللي بتتكون من 3 دور ده high building واحد بيشايف ان الامارة بتتكون من 100 دور ده high building طالما حاجة ملهاش مقياس يبقى عبارة عن not set يعني high building يبقى انا كل اللي هعمله هقيس هقيس عندي ان ال building دي كبيرة ولا صغيرة اكبر من 50 ولا اصغر انما انت بتقولي high building بتقولي هنا the tall student او the beautiful flowers او انت بتقولي beautiful flowers انت ممكن تكون شايف ان ال flowers دي جميلة انا ممكن اكون شايفها مش جميلة فاي حاجة ملهاش مقياس دي تعتبر not set زي سؤال number c بولي nice fruits اه في فاكه انت ممكن تحبها انا ما حبهاش يعني واحد مثلا بيحب التفاح واحد تاني ما بيحبوش واحد بيحب الموز واحد ما بيحبوش معنى كلمة حد بيحب حاجة وحد ما بيحبهاش حد يشايف ان هي كويسة وحد يشايف ان هي مش كويسة يعني معنى كده ان دي not set لان دي not measurable حاجة ما تقدرش تقسها يبقى عبارة عن not set طيب question دي بيقولي the Arabic alphabet الحروف العربي طبعا كلنا عارفين الحروف العربي اللي بتكون من ألف با تا فا كلنا عارفين الحروف دي يعني مقدرش اقولك ان ال N ده حرف من حروف العربي لا ده انا عارف حروف العربي كويس جدا طالما انا عارفها ومقدرش اطلقبط فيها يبقى انا قدر اقول ان دي set يبقى حاجة اللي احنا كلنا مجتمعين عليها ومقدرش نغيرها يبقى دي سماء set انما تقولي high building short student nice fruit beautiful flowers اقولك لا ما ينفعش question E بيقولينا letters in the name Marwan طيب انت تقدر تقولي الحروف اللي موجودة في كلمة Marwan او الحروف دي بتتكون من M و A و R W A and N طب محدش هنا متلغبط محدش قال لي في حرف زيادة او حرف نقص طالما احنا كلنا متأكدين من الحروف دي وعارفينها كويس جدا يبقى نقدر نقول ان دي سماء set طب beautiful songs ما احنا اتفقنا ان beautiful songs دي ممكن تكون انت بتحب اغنية وانا ما بحبهاش معنى كده ان هي not set لان كلمة beautiful is not measurable thing يعني حاجة ما نقدرش ان احنا نزل طيب نتكلم مع بعض عن ال set دي بتتكون من ايه ال set دي بتتكون من حاجات من جوا اسمها elements زي ما كنا بنقول the colors of traffic light كنا بنقول ان هي ال red واليالو والغرين يبقى انا عندي ال element في ال traffic light حبارة عن ال red واليالو والغرين طب تعال نفهمها بقى يعني معنى كده ان ال element دي the object which is the set contain ان ال set دي بتتكون من ايه هي دي ال elements بداية فبيقولينا the element of the digits 531 ايه ال element اللي بتكون 531 فال 531 دي بتتكون من 5 ومن 3 ومن 1 the element of the days of the week ال week ده بيكون من days اسمها sunday, monday, tuesday, wednesday, thursday, friday and saturday ايبنا عارف ال days of the week كل دي من دول اسمه element نشوف مع بعض السؤال ممكن يجلنا هنا ازاي بولينا write all element of each of the set ال element بتاعت ال set دي ايه فبيولينا في اول سؤال the set of digits in the number 3072 او ده بيتكون من ايه بيتكون من 3 ومن 0 ومن 7 و2 طب the set of colors of Egyptian flag العالم بتاع مصر بيتكون من red وبيتكون من white وبيتكون من black the set of even numbers between 4 and 9 ال even numbers الموجودة ما بين ال 4 و9 ال 6 and 8 طول ال even numbers بس the set of odd numbers less than 10 ال odd numbers اللي less than 10 اللي هو ال 1 وال 3 وال 5 وال 7 وال 9 the set of 2 digit numbers and each is like the other انا اعاوز ال 2 digit numbers بس بشرط يكون ال 2 digits ال اتنين زي بعض فالهم زي مين زي ال 11 ال 22 ال 33 ال 44 ال 55 66 77 88 و 99 يبقى فهمنا كده معنا كلمة elements لما كنت بقولك the digits which form the number 3072 فبتقولي ال number ده بيكون من 3 و 0 7 و 2 ال Egyptian flag كنت بتقولي بيكون من red white and black ال even numbers between 4 and 9 كنت بتقولي 6 and 8 وبكذا نكون انتهينا من درس النهاردة يا رب تكونوا استفدتوا بي وانتظرونا في الدرس اللي جاي ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته